مغنمة ان شاء الله تعالى قريبا ندخل سموه غدا ان شاء الله سبت سؤال اعزائي اذا ما هو الفارق بين الاسلوب وبين المنهج انتم تعلمون في كتب المفسرين هناك مناهج متعددة في عملية التفسير في التفسير في عملية التفسير في فهم الآية المباركة عندما اقول فهم الآية المباركة بعد لا اتكلم عن الاسلوب التجزيئي او الموضوعي يعني سواء كان اسلوبك تجزيئيا او كان اسلوبك موضوعيا او كان اسلوبك ماذا تركيبيا ما هو المنهج الذي تتبعه في فهم الآية هسا الآية تجزيئيا موضوعيا تركيبيا هنا اعزائي توجد عدة مناهج المنهج الاول المنهج الروائي وهو التفسير ماذا بالمأثور وفيها كتب متعددة من المدرستين وهناك المنهج العقلي وهناك المنهج الكلامي وهناك المنهج العلمي او التجريبي وهناك المنهج العرفاني وهناك المنهج المعروف عن الاخوال والاعزاء منهج تفسير القرآن بالقرآن ما هو الفارق اذا بين الاسلوب والمنهج الجواب انه نحن في المنهج نريد الطريقة التي نعتمدها لفهم الاية تجزيئيا او ماذا او موضوعيا او تركيبيا هذا غير ذاك